أكد رئيس الجمهورية عبد الرب منصر هادي أن المواقف البطولية التي سطرها الشهيد جواس في ميادين العزة والكرامة ستظل حاضرة في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني وستظل سيرته العطرة ومواقفه الشداعة محط فخر واعتزاز لكل أبناء القوات المسلحة جاء ذلك في برقية العزاء والمواسات التي بعثها رئيس الجمهورية لأسرة الشهيد جواس وذويه وأقاربه وكافة آل ردفان ومنتسبي المؤسسة العسكرية والوطن عاما وعشر رئيس الجمهورية إلى أن الشهيد جواس ورفاق دربه من الشهداء الأبطال سطروا بدمائه مززكية أعظم الملاحم البطولية دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره وتخليصه من شرور العصابة الانقلابية الحوثية الإيرانية المارقة وأشاد رئيس الجمهورية بمناقب الشهيد جواس التي جسدها خلال مشوار حياته دفاعا عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية ومواجهة ميليشيا الكهنوت وقال رئيس الجمهورية إن مثل هذه الأعمال لن تزيدنا إلا إصرارا على المضي قدما في استئصال شافة الإرهاب بكل أوجهه وأشكاله وتحقيق كامل الأهداف التي ضح الشعب اليمني من أجلها والسعادة الدولة والأمن والاستقرار ترجمة نانسي قنقر